منتخب الوطن الأول في المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك لارتباطهم مع المنتخب في تحضيراته المجدولة مسبقا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها روسيا في يونيو المقبل أعيدوا أكرر قرار الانتحاد السعود لكرة القدم يقرر عدم مشاركة لعبي المنتخب في نهائي كأس الملك يعني الدوليين اللي في الباطن والاتحاد أو الأهلي والفيصلي الذين تأهلوا لن يشاركوا في نهائي الكأس ناصر ما رأيك به القرار والله أخي سلطان ما أدري حقيقة وش حيثيات هالقرار وش دوافع الدوافع واضح يقولك ارتباطهم مع المنتخب في تحضيراته لروسيا عارف عارف الدوافع المعلنة بس أنا أكصد ما أدري أنا أنا منم تصور كيف مباراة واحدة ممكن تأثر على إعداد المنتخب لكاس العالم حتى يعني دوري أبطال آسيا الهلال والأهلي في حالته هلوم دور 16 في كلام متواثر إنه قد يحرموا من الدوليين أكبر فريقين يدعمون المنتخب السعودي إذا لعبوا بدور 16 دوري أبطال آسيا احتمال كبير بدون الدوليين تتكلم عن غياب عدد كبير ما أدري أنا كيف مباراة واحدة في دور 16 في دوري أبطال آسيا ممكن تأثر على إعداد المنتخب ما أدري كيف مباراة واحدة نهاية كاس الملك راح تأثر على إعداد المنتخب معلش مبارتين دور 16 لتأهلهم أو مبارتين يعني ما أدري شلون بتأثر على إعداد المنتخب متكلم عن باقي فترة يعني كافية فأنا أشوف القرار حقيقة يعني القرار مجحف للهلال والأهلي آسياويا في حالة تأهل الفريقين وللناديين أو الفريقين اللي بتاهلون نهاية كاس الملك يعني أشوف أنه قرار قاسي حقيقة ما أشوف له المبرر الكبير تتفق مع أسد بريك يعني جزئيا ولكن أنا بدامها نهاية كاس الملك فأعتقد أن اختياره موعد يعني بيد الدوان الملكي الله يطبو العمر خدمي حرمي الشريفين وإذا كانت الصادف فعلا يوم مباراة أو ليلة مباراة منتخب مجدولة مع منتخب يعني عالمي أعتقد أنه مصعوبة بمكانك تأجل مع أسكر المنتخب أو هالمباراة أما إذا كان مع أسكر عادة تجمع في الرياضة أو تجمع يعني داخلي أروح مع رأي الأخ ناصر ولكن أعتقد ولا عند أي معلومة طبعا قرار جديد أعتقد أن تضارب الموعيد مع مباراة أعتقد كده هذا القرار ما يعطيك مؤشر أنه فعلا المنتخب أولا المنتخب أهم من أي مباريات أخرى للأندية سواء في استحققات محلية أو في استحققات خارجية يعني ما راح ما راح يوقفون لعبين أو يمنعونهم مع المشاركة في نهائي ومباراة بتكون مجدولة مع مثلا مولدوفيا بتكون أكيد مجدولة مع فريق كبير يا إيطاليا يا أوكرانيا أو المنتخبات اللي بتلعب مع المنتخب السعودي أنا معا إذا كان الفرصة أنهم يلعبون النهائي أنا معا أنهم يلعبون النهائي صراحة اللاعبين بحاجة مباريات منها الرتم مباريات فيها تنافس وفيها وجود يكفي وجود خادم الحرمين الشريفين فيها أنا معا لعبت منتخب أن يلعبون هذه المباراة لعدة الاعتبارات كثيرة أهمها التنافس وقوة المباراة أرجع لنقطة الأخيرة أقول ما أخذر لأندي درجة الثالثة تهمني كثير وجميع أندي ما أدون الممتازي هموني حقيقة المئة وعشرين المئة وعشرة نادي هذه فيها ثلاثة وعشرين ألف لاعب هاوي يعني ثلاثة وعشرين ألف لاعب هاوي هذه سعودي طبعا مفترض أن يكون لهم دوري مستقل سواء مناطق وتصفيات زي الأول أو يكون ينشأ لهم رابطة دوري الهواة زي ما عندنا رابط دوري محترفين يكون في رابط دوري الهواة لها نظامها لها لجانها لها مسابقاتها يعفل التحاد السعودي كامل من هم هذه المسابق إذا كانت يرى أن فيها هم عليها أو فيها مثلا على كاهلها تعف فيها أنا أعتقد إن شاء رابطة هواة تكون مرتبطة بوكيل الرئيس العام للشؤون الرياضة ومستقلة عن اتحاد القدم لها لجنة مسابقات لجنة انضباط لجنة فنية بالتالي يتنفسون يمارسون مصاب بطلتهم والرابط هذا يتأهل منهم أربعة يصعدون لدرجة ثانية والاتحاد يسلمهم أربعة اللي هم المراكز الأخيرة وبالتالي الاتحاد يكون يبتعد عن دوري هواة تفرغ لدوريات المحترفة وهذا حق له بالشاء رابطة للأندي الهواة هواة كرة القدم يدخل أيضا في جزئية مهمة جدا الآن أنت مقبل على الخصخصة الخصخصة يا أخي السلطان لها جزئين أم أنك تشتري كيان نادي تشتري هلال أو نصر أو اتحاد أي نادي مثلا وتشتريه هو درجة طبعا لما تشتري النصر تكون في الممتاز تشتري الطاع تشتري أن يكون في درجة الأولى لكن في جانب من خاصة أنك تنشئ نادي النادي هذا بالنظام الأساسي لما تنشئ يدخل من الدرجة الأدنى كيف طيف هذا صحيح يمكن يكون الدرجة الأدنى بتكون الثانية لا الثانية كيف يدخل عليها لازم يكون في دوري للهواة ويصعد منها أربح أو ثلاثة أو خمسة رابطة الهواة هي من تحدد أتمنى من الاتحاد السعودي يتراجع في قراره وأول هيئة تثني الاتحاد عن القرار تنشئ دوري رابطة دوري للهواة وتسلم لهم ممكن يشارك معهم بعض الفرق المتميزة من دوري الأحياء ممكن بعض القطاعة حكومية تشارك ما في مشكلة يا أخي بالنهاية الأبطال تصعد والآخر أربع فرق أو ثلاث فرق أو خمس فرق تنزل لازم يكون في تنافس لازم جميع محافظات ومناطق كرة القدم يا أخوان مفروض في كل حوش وفي كل شارع وفي كل مباراة كرة القدم أنا أدري يا ناصر عندك تعليق خلنا نروح الفاصل وارجع عشان تأخذ